في الوقت الذي تعيش فيه السياسة اللبنانية مرحلة تصريف الأعمال يبدو أن الحراك الشعبي هو الآخر يعيش الحالة نفسها فبعد نحو شهر من هدوء نسبي شهده الحراك عقب تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة عاد المتظاهرون إلى الشوارع مجدداً احتجاجاً على تعثر تشكيل الحكومة وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية بعد ثلاثة أشهر من انطلاق حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية المحتجون رفعوا شعار أسبوع من الغضب ودعوا إلى مسيرات مليونية تحمل اسم الإنذار الأخير هذه الصور مشاهدين قبل أن نبدأ بالحوار تريدنا مباشرة من محيط المصرف المركزي في منطقة شارع الحمرة في قلب العاصمة اللبنانية حيث نتابع منذ الساعة الماضية اندلاع أعمال احتجاجية جديدة يشوبها أعمال عنف على ما يبدو المحتجون أشعلوا النيران في عدد من الحاويات وردت عليهم قوات الأمن بإطلاق الأعيرة المسيلة للدموع هذا الوضع مستمر منذ بعض الوقت هذا المساء ومنذ صباح اليوم اندلعت موجة جديدة على ما يبدو من الأعمال الاحتجاجية في مناطق لبنانية عدة من بينها العاصمة بيروت منطقة جل الديب منطقة الحمرة المصرف المركزي وغيرها من المناطق احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية السيئة ثلاثة أشهر الآن من الحراك الشعبي ولا تلوح في الأفق أي بادرة لحل هذه الأزمة هذا هو الموضوع الأول الذي سنطرح هذا المساء أرحب بضيوفنا من بيروت معنا أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة ليلا أولى وينضم إلينا أيضا الصحفي والناشط المدني محمود فقيه مرحبا بضيفي دكتورة ليلا مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد نتابع وتتابعين معنا ما يجري في مناطق لبنانية اليوم خاصة في بيروت البعض اعتقد أنه زخم الحراك هبط إلى حد ما ليعود اليوم بموجة جديدة كما يقول البعض ثلاثة أشهر الآن والسلطة السياسية في حالة غيبوبة كما يقول البعض لا رد فعل لا تشكيل حكومة ولا يبدو أن هناك أي ضوء في نهاية النفق لماذا هذا الغياب من قبل السلطة برأيك دكتورة ليلا مساء الخير يعني بالتأكيد أنه السلطة السياسية تكابر وكانت بدأ مع الحراك مع بدء الحراك كانت تكابر واستمرت في المكابرة ولكن بجزئية من بعد تكليف السيد حسان دياب يتحمل حسان دياب بعض المسئولية أيضا بمماطلته وبعدم حسم خياراته يعني بالنهاية هناك أفريقاء سموه وهناك أفريقاء يعارضونه فعنا القوى 14 آدار تعارضه بالنهاية هناك مجلس نيابي سوف يعطيها أثقاء وبالتالي كان على سيد حسان دياب أن يكون يعني يدور الزوايا أكثر خاصة مع الرئيس بري الذي يبدو أنه لم يعني قيل في تدوير الزوايا دكتورة ليلا البعض يقول زمن تدوير الزوايا انتهى الآن هناك حاجة إلى حلول جذرية علاج بالكي إذا جاز التعبير لإنقاذ البلاد بما وصلت إليه سؤالي مرة أخرى هل هذا وقت تدوير الزوايا هل هذا وقت المساومات على الحقائب والحصص لا أنا لم أقصد تدوير الزوايا المساومات على الحقائب والحصص ولكن في النهاية الكي يجب أن تفعله حكومة موجودة يجب أن تأخذ إجراءات ويجب أن تتواصل مع المجتمع الدولي وأن تأخذ إجراءات مع المصارف بدون حكومة لا نستطيع أن نفعل وخاصة أن الرئيس الحريري لا يبدو أنه مهتم كثيرا بتصريف الأعمال أو بحدود تصريف الأعمال والذي عندما نقول تدوير الزوايا هناك مجلس نيابي سوف يصوت لهذه الحكومة وهناك رئيس جمهورية يجب أن يوقع على هذه الحكومة جيد فليشكل رئيس الحكومة المكلف وانتظر الثقة يعني ما الذي يمنع ذلك أستاذ محمود مرحبا بك معنا أيضا البعض اعتقد أن الحراك خبى إلى حد ما اعتقد البعض أن الحراك دخل مرحلة تصريف أعمال هو الآخر ولكن يبدو أنه الآن عاد الحراك بزخم وبنفس القوة وعلى ما يبدو بمستوى أكبر من العنف هذه المرة كما تابعنا في الصور قبل قليل وسنعود إليها بعد قليل هل هذه موجة جديدة من الاحتجاج مختلفة ربما عن الموجة السابقة نحن انكفأنا عن الشارع حين خرجت الأبواق الطائفية التابعة لأحزاب السلطة إلى الشارع لتتقاتل صراحة وانكفأنا عن الشارع ولكننا كنا نراقب ماذا يجري اليوم صراحة عدنا إلى الشارع لنؤكد بأن هذه الثورة مستمرة اليوم ليس وقت تدوير الزوايا ولا وقت أن نوقف عند خاطر فلين وخاطر علتين نحن عندما خرجنا طلبنا بحكومة إنقاذية ولكن الانقصام اليوم حول حسان ديام لا يقتصر فقط على 14 و 8 هؤلاء الفريقين البائدين اللي حطونا اليوم في الهاوي اليوم هناك انقصام في الفريق الذي سمى أيضا حسان ديام هناك انقصام كيف هو يعني شو عم بماطل حسان ديام حسان ديام عندنا خرج من عند رئيس جمهورية وأنشد قدامنا خطاب وقال إنه سأشكل حكومة من المستقلين رأينا أن عقلية المحاصصة ما زالت موجودة عند هذه السلطة وتقاسم النفوذ وهذه الوزارة لهذا الحزب وهذه الوزارة لهذه الحزب وحسان ديام لا يمكنه اليوم تشكيل أي وزارة خرجنا إلى الشارع اللي نقول ما عد فيكن أنتك السلطة تتعاطوا معنا بالعقلية السابقة ما بدنا نوقف عند خاطر لا حدا من أهيد السلطة بدنا حكومة إنقاذية واضح أنه ليس هناك استجابة لهذا الكلام أستاذ محمود يعني والبعض يقول أنه السيد حسان ديام هناك خلافات بينه وبين الجهات التي سمته مرشحا مكلفا لرئاسة الحكومة سأعود إلى هذا الموضوع ولكن يبدو أن الأمور أيضا تتطور هذا المساء في بيروت سأنتقل مباشرة مع مرسلنا شادي شلالة يطلعنا على آخر التطورات خاصة في محيط المصرف المركزي مساء الخير شادي ما الذي يجري؟ مساء الخير مهند عمليات كر وفر بين رجال مكافحة الشغب التابعين لوزارة الداخلية والأمن الداخلي وبين المحتجين بعد دراما النيران في الحاويات وبعد إغلاق هذا الطريق الرئيسي هو طريق شارع الحمرة شارع الذي يوجد فيه مصرف لبنان وزارة الداخلية ووزارة السياحة وبعد محاولة المحتجين الدخول إلى بعد سور مصرف لبنان وتمكن أحد المحتجين من الدخول خامت القوى الأمنية بإخراجه بالقوة وبدأت عمليات رشق القوى الأمنية بالحجارة بشكل كبير جدا من قبل المحتجين الذين تجمعوا بشكل كبير هنا كان هناك المئات تجمعوا في هذا الشارع وبدأت عمليات الكر والفر المستمرة والمتواصلة بما أن الآن في هذه الأثناء تشاهد رجال الشرطة الذين يقومون ببعاد المتظاهرين عبر استخدام القناب المسيلة للدموع وهم على بعد تقريبا عدة مباني ثلاث أو أربع مباني في الشارع الرئيسي وهم متواجدون أيضا في الشوارع الفرعية التي تؤدي إلى هذا الشارع القوى الأمنية تعود إلى هذا الشارع فتجتمع وتقوم بتجميع قوى ومن ثم تعيد الكرة وملاحقة المحتجين لإبعادهم قامت بإلقاء القبض على عدد منهم أيضا ممن قاموا بتكسير المحلات وواجهات المحلات لسيما بعض المصارف التي تضررت بشكل كبير واجهاتها وتم تحطين واجهات تلك المصارف بشكل كبير شكرا جزيلا لك شادي شلالة من منطقة شارع الحمرة محيط المصرف المركزي في بيروت طبعا سنعود إليك مع كل جديد أعود الآن إلى ضيفتي من بيروت الدكتورة ليلا أولى مع كل ما يجري دكتورة ليلا اليوم الرئيس عون كان لديه سلسلة من التغريدات بعضها يعني يحاول أن يلقي فيها باللوم على تراكمات تراكمات العقود الماضية يحاول كما يقول البعض أن يتنصل من المسؤولية هو يقول في إحدى هذه التغريدات يقول الرئيس عون لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم ثلاثين عاما من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الاقتصاد الرعي والاستدانة على حساب الانتاج إلى آخره الرئيس عون يعني كما أشرت يحاول إلقاء اللوم على تراكمات قديمة الوزير جبران باسيل صهر الرئيس يغرد بالطريقة نفسه أو يصرح بالطريقة نفسه يقول لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي بالسياسات نفسها المعتمدة منذ ثلاثين سنة هل يحاول الرئيس والسيد باسيل التخلي عن المسؤولية إلقاء المسؤولية على مسائل أخرى على جهات أخرى لماذا برأيك؟ لا الرئيس لم يكن يغرد الرئيس كان يتحدث أمام أعضاء السلك الدبلوماسي لا وهو غرد بهذه التغريدات أيضا يجتمع فيها الرئيس الجمهورية مع نعم نعم وقد وضعت وقد وضعت على التويتر يعني كان خطابا أمام السلك الدبلوماسي وقد وضعت على التويتر الرئيس يوصف حالة ولم يكن يعني يتهرب من المسؤولية نعم لا نستطيع يعني لا نستطيع أن نستمر في الحالة نفسها نحن منذ التسعينات يعني اليوم المصارف تبكي على حالها ولكنها فعليا المصارف أخذت من سندات خزينة بفايدة 40% يعني وهي السياسة التي اعتمدها الرئيس الراحل رفيق الحريري عندما قام بسياسات نيوليبرالية متطرفة يعني قتلت الاقتصاد اللبناني لأنه دائما المستثمر يسعى نحو الربح السهل وبالتالي عندما يكون هناك 40% فوائد سندات الخزينة فليس من الضروري أن يكون هناك استثمار في الداخل وبالتالي تراجعت الزراعة والصناعة والتجارة وتراجع الاقتصاد اللبناني والاستثمار في الاقتصاد اللبناني لا يستطيع لبنان أن يستمر في هذه الحالة واليوم المظاهرات أمام المصرف المركزي تصوب على هذه الأمور اسمح لي هنا فقط أن أقول بأنه ليس فقط السلطة السياسية منقسمة على نفسها الشارع أيضا منقسم على نفسه هناك هؤلاء الذين أمام المصرف المركزي هم يعني يرفضون السياسات الاقتصادية التي يقوم بها المصرف المركزي والهندسات المالية التي أفقرت اللبنانيين ولكن هناك مثلا سوار جل الديب أو سوار في أماكن أخرى يعني لم نشهد أنهم يتظاهرون مثلا عندما خرج رياض سلامي بمقابلة ليبيض صفحته طب هذه نقطة مهمة دكتوراليلة خليني أسمع من الأستاذ محمود إلى رد عليها أستاذ محمود ما رأيك هل الشارع أيضا منقسم هل كانت المطالب موحدة أكثر في بداية الحراك الآن بدأنا نرى انقسامات في الشارع لما نقضنا أول مسيرة بـ 17-21 قضناها على مصرف لبنان وعندنا رجعنا على رياض الصلح حيث يكون هناك السراي وما تشكله السراي من رمزية لكل الطبقة السياسية نحن لا نفصل بين الطبقة السياسية والمصرف المركزي أيضا يعني ما نعرف نحكي شوي يعني إذا ما نقول هؤلاء منقسمين الحراك ساعتها ما نقول أنه حتى الطيار الوطن الحر منقسم بين واحد بيقلك جبران باسيل وواحد بيقلك أنا مع الجنرال عون ما خلينا إذا نحن منا موجودين بقلب هذه الصورة ما نحاول نوصفها إذا نحن بعاد عنها ومنكتفي بمشاهدتها عبر شاشات التلفزيون خلينا نقول نحن كل الطبقة السياسية هي مشتركة في هذا الفساد واللي بيقلك 30 سنة هذا الفساد عمره أيضا هذا الفساد هو جزء منه من حوالي 14 سنة شو عملت هذه الطبقة السياسية بما فيها الطيار الوطن الحر ورئيس ميشيل عون هم جزء من هذا الفساد القائم يملكون أكبر كتلة سياسية وأيضا حلفائهم وحلفائهم يشكلون نصف المجلس هم أيضا ما يحطوا اللوم على الآخرين كلهم يعني كلهم إلنا هم تحت القانون ويجب محاسبتهم كل الصوار هم أجمعوا أنه السياسات المصرفية هي جزء أيضا من الحكومة لأنه لمن المصرف عم يعطي أموال لمن عم يعطي؟ عم يعطي السياسيين هم السلطة والمصرف هم شركاء في انهيار هذه الدولة وجزء لا يتجزأ من السلطة السياسية الفاسدة ما نقول صوار جل الديب وتصنيف أساسا نحن صورة ممنع ترف بالمناطق نحن عابرين للطوائف والمناطق أما عقلية الآخرين من الأحزاب الطائفية بعد حد هلأ عم تنظرنا أنه سنة وشيعة ومسيحية ودروز وجل الديب ونبطية وصور للأسف 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 بعد النفس العقلية طيب دكتورة ليلى ما رأيك ماذا فعل الرئيس وصهر الرئيس وكتلة الرئيس وهي الكتلة الأكبر في البرلمان يعني أنا لا أسمع منهم غير إلقاء الاتهامات واللوم على الأطراف الأخرى هذه الكتلة الأكبر اليوم الموجودة في البرلمان وفي السلطة ماذا فعلت لحل هذه المشكلة؟ يعني بالتأكيد التكتب اللبنان القوي يتحمل المسئولية مثل بقية السلطة السياسية بالأزمات منذ استلامه السلطة ولغاية اليوم لا يبرق أحد من المسئولية بالنهاية كل من شارك بالحكومات هو مشارك في الأزمات ولكن عندما نتحدث عن الرئيس عون الرئيس عون بموجب اتفاق الطائف يعني الدستور اللبناني من بعد اتفاق الطائف لا يعطي الرئيس صلاحيات كثيرة للعمل نعم هناك تيار وتكتل للرئيس هم يتحملون المسئولية ولكن رئيس الجمهورية هو غير مسئول من بعد الطائف ولا يملك الصلاحيات الكثيرة من يتحمل المسئولية هي السلطة التنفيذية مجلس الوزراء مجتمعا ورئيس الحكومة وبالتالي عندما يكون مجلس الوزراء مجتمعا كم وزير فيه دكتورة يتحمل جزء من المسئولية كم وزير فيه بالحكومة الحالية بغض النظر بغض النظر عن أعداد الوزراء أكبر قتلة في البرلمان وأكبر مجموعة وزرية كيف بغض النظر نعم ولكن اسمح لي أن أقول لا لأنه بدألك الآليات في مجلس الوزراء على سبيل المثال هناك مثلا لنحدث عن الكهرباء لمن لا يعرف أن الكهرباء كانت تحتاج إلى توقيع وزير المال ووزير المال ليس من التيار الوطني الحربة وهو تابع لكتلة الرئيس بري وبالنهاية هناك توافق في مجلس الوزراء كل مشروع يجب أن يقدم ويجب أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء فإذا أقرت الخطة بالإجماع بمجلس الوزراء عليها أن يوقع عليها وزير المال وقد اعترف مثلا وزير المال بأنه هو من عطل مشروع دار عمار ولم يوقع الاعتماد بالتالي هناك آليات دستورية في لبنان تمنع طرف واحد من أن يتفرد بالسلطة وتمنعه من أن يتحمل المسئولية كاملة لذلك نقول نحن مجلس الوزراء مجتمعا مجلس الوزراء مجتمعا والتوافق هي الآلية التي عطلت البلد منذ عقود طويلة البعض يقول هذا النظام انتهى زمن وعفى عليه الزمن وألية اتخاذ القرار بالشكل هذا لم تعد مجدي هذه حكومة شلل كما يسميها البعض أستاذ محمود أيضا كان في تغريدة تانية اليوم للمرئيس نعم أنا معك يجب تغيير أنا أوافق معك يجب تغيير الآليات يجب الانطلاق نحو دولة مدنية ولكن بالنهاية هناك آليات دستورية إذا كانت الثورة تريد أن تطيح بهذه الآليات الدستورية هناك نمطين من الثورة في العالم التي تستطيع أن تقوم أما أن تقوم الثورة باستخدام الآليات الدستورية وتصل إلى السلطة وتغيرها أما أن تقوم بثورة عنفية مثل مثلا الثورة الفرنسية فتقطع رؤوس جميع العمار أستاذ محمود على هذه النقطة أستاذ محمود عندها تستطيع أن تحكم الدكتورة ليلة تقول هناك آليتان إما بالمسار الدستوري المعروف في لبنان وإما ثورة على غرار ما حصل في البستيل الثورة الفرنسية تطيح بالأخضر واليامس هل هذا ما يتطلع عليه الثوار اليوم في لبنان أولا شيء أمراء الحرب الموجودين اليوم في السلطة هم الذين طلعوا على هذا ظهر الشعب بالدم وقتلوا الشعب والسلام السلطة هؤلاء أمراء الحرب ثانيا غاندي عمل صورة في الهند صورة اللاعنف ونحن صورة لاعنفية نحن صورة قيم ومفاهيم والوعي نحن عم نفرض وعي تراكم إلى الشعب لا يعرف حقوقه نحن الشعب لحد هلأ ما بيعرف شو هي حقوقه ثانيا الآليات الدستورية اللي عم تحكي فيها الدكتورة ليلة أي آليات دستورية لما نحن بنعمل قوانين لسرقة البلد كل سرقة البلد لديها قوانين مشرعة في هذا البرلمين الموجود فيهم 14 سنة طيار الوطني الحرب وبقية الأحزاب موجودة من 30 سنة أي آليات دستورية لما بنعمل قانون انتخاب نفصل على إياس هؤلاء النواب ومنضلنا أكثر من شهر لنعرف كم صوت تفضيلي بده يكون لحتى فلان ما يسقط وفلان ينجح ولما تطلع النتائج لا يوجد شفافية هذه الآليات الدستورية من شين هيك الذهاب إلى دولة مدنية لطائفية يجب أن يكون فيها محاسبة أولاً ويجب أن يكون فيها شفافية ويجب أن يكون هناك فعلاً قانون حقيقي يعطي التمسيد الصحيح هذه هي الثورة اللي نحن عم نعمل فيها ثورة القيم والمفاهيم وبناء الدولة والتغيير الحقيقي والتخلص من كل الطبقة السياسية الموجودة أسألك بعد شوي أستاذ محمود ما هي الخطوة التالية الآن نحن ثلاثة أشهر ونحن نتابع ما يجري من حراك من انتفاضة من ثورة شميها ما شئت في لبنان تصحو فترة وتخبو فترة أخرى هل سيستمر هذا النمط بدي أسألك عن هذا الموضوع بعد قليل ولكن أيضاً دكتورانيلا كان هناك تغريدة أخرى للرئيس عون من التصريحات التي أدلى بها اليوم فيما يتعلق بالحكومة يقول الرئيس عون لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الأسبوع الماضي ولكن بعض العراقي الحالت دون ذلك وعلى الرغم من أننا لا نملك ترف التأخير فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعد الوقت منذ فترة طويلة ونحن نسمع الرئيس عون بقول الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده بعد أيام بعد يومين ولكن المسألة طالت أكثر من اللازم ما هي العراقين التي يتحدث عنها الرئيس دكتور ليلى يعني نحن كان واضح منذ بداية الأزمة أن الثناء الشيعي كان يفضل الرئيس الحريري ولكن عندما اعتذر الرئيس الحريري وقال حاسما بأنه لا يريد أن يكون رئيسا مكلفا ولا يترشح لرئاس الحكومة من جديد كان تكليف الرئيس الدياب وهنا أنا أعود إلى الجملة طبعا مرين بإسمين أو ثلاثة سقطوا بمشارة أنه تدوير الزوايا نعم ولكن المشكلة أنه كان يعني خرج الرئيس بري في الأسبوع الماضي وتحدث أنه لا يريد أن يشارك بالحكومة وبالتالي حزب الله أيضا لن يشارك بالحكومة بدون الرئيس بري ويعني كان هناك كما قيل في لبنان أنه ليس هناك كانت الكيمياء مفقودة بين الرئيس بري والرئيس المكلف حسان دياب وبالتالي يعني كان هناك حاجة للرئيس حسان دياب يعني لأصوات في المجلس النيابي هناك حاجة له في حكومته لأصوات في المجلس النيابي لكي يمنع تمنحها الثقة فإذا حجب السنائي الشيعي الثقة وحجب كل أفريقاء 14 أدار الثقة يعني بمعنى آخر الأحزاب التي سمت دكتور حسان دياب ونعود إلى نفس المال تخلت عنه الآن دكتور ليلى إذا حركة أمل لن تشارك في الحكومة حزب الله لن يشارك في الحكومة التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة معنى تسهل المسألة على الدكتور دياب فليشكل حكومته وليسقطوها في البرلمان ما رأيك؟ صح ولكن سوف تتحول نعم يعني قد يكون هذا مخرج ممكن ولكن هذه الحكومة إذا سقطت في البرلمان سوف تتحول إلى حكومة تصريف أعمال وسنعود إلى نفس الحال التي نحن فيها اليوم حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تتصرف بموجب الدستور اللبناني إلا في حدود تصريف الأعمال هناك إجراءات إنقاذية يجب أن تكون حكومة إنقاذ الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل الشارع كان يطالب بحكومة إنقاذ دكتورة ليلة من اليوم الأول ولكن السلطة رفضت ذلك أستاذ محمود هل مازال هذا المطلب موجود؟ حكومة الإنقاذ المستقلة هل هذا هو مازال المطلب؟ أكيد نحن بدنا حكومة إنقاذ مستقلة فيها أخصائيين ونظيفي الكف ولديهم الإرادة الصلبة للتغيير وهم أقوية أكيد نحن دايما بدنا يتنقذ البلد مما فيه من أزمات اليوم حسان ديامي اللي حط حاله أمام الناس على أنه هو المستقل وهو القادر على تشكيل حكومة إنقاذ لديها صلاحيات نحن أيضا نطالب بصلاحيات تشريعية للحكومة هو أمام الامتحان لا كيف صلاحيات تشريعية للحكومة؟ أمام الامتحان فليشكل عليها أن يشكل حكومة مستقلة فعلا ويعرضي هذه الطبقة السياسية وفلتسقط هذه الحكومة أمام البرلمان ولتكن هذه الحكومة للتاريخ وهو أيضا سيدخل يعني هو أيضا سيكون صادق أمام الشعب أنه هو كان قادرا هل أصبح الاسم سيد محمود هل أصبح الدكتور حسان أكثر قبولا من قبل الشارع برأيك؟ باختصار يعني مقبول لا نحن من اليوم الأول إلنا لا ثقة ولحنة الهل نحن معلنا ثقة وكننا عارفين نحن لحالنا رح نوصل لهون ولكن هو اليوم أمام امتحان وهو نعرف أنه هو رئيس مكتف وليس مكلف لغير قادر على تشكيل حكومة وغير قادر على اتخاذ قرار واليوم هو يغرد وحيدا يعني واحد ملتهي بالقضايا الأقليمية واحد ملتهي بالقضايا السياسية وتقاسم الحصص وهو وحيدا فريدا لا حيل له ولا قوة فعلا فليأخذ بزمام الأمور وليطرح تشكيلته أمام البرلمان وليرفض البرلمان ولتكون هذه السلطة السياسية أمام مسؤوليتها ولتواجه الشارع الذي سينطفد ويسقسف من نشاطه في الأيام المقبلة وسينزل الطلاب إلى الشوارع مجددا والعمال لأن الأزمة تفاقمت لن يستطيع أن يكبحوا أيضا شوارعهم ومناصريهم لأن الجوع بدأ يطرق كل أبواب اللبنانيين الحزبيين والمستقلين والغير حزبيين الجوع بدأ يطرق بواب الجميع دكتورة ليلة اليوم نسمع عن حالات اقتحام للبنوك حالات اعتداء حالات تخريب هذه مسائل غير مسبوقة في لبنان حتى في أيام الحرب الأهلية لم نكن نسمع بها وبالتالي الوضع في غاية الخطورة والله يستر كما يقول البعض من الآتي دعيني أقرأ عليك تغريدة أخرى من تصريحات الرئيس ميشيل عون اليوم الرئيس عون يقول إن محاولات استغلال بعض الساسة للتحركات الشعبية أدت إلى تشتت بعضها وأفقدتها وحدتها في المطالبة بالتغيير كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين حرف بعض الحراك عن تحديد الفساد بصورة صحيحة لازلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد وكأن الرئيس عون دكتور ليلى ما زال متشككا بالنسبة للحراك بحسب ما فهمت من التغريدة هو يعتقد بأن الحراك مخترق على الأقل في جزء منه من قبل الطيارات السياسية ما رأيك في ذلك؟ نعم يعني أكيد كان هناك واضح بأنه كان مخترقا يعني الشعارات المذهبية التي طرأت في فترة من الفترات على الحراك الشعبي الذي كان موجودا الأكيد أنه السوار مثل ما منقول باللبناني الأوادم كان يعني تنصلوا من هذه الشعارات المذهبية ومحاولة افتعال يعني أي شعارات مذهبية دكتورة؟ بس إلما هي شعارات مذهبية؟ يعني عندما سقط الرئيس الحريري لم يكن هناك شعارات مذهبية ومحاولة تأجيج الصراع السني الشيعي في لبنان أو أنك منك عايش في لبنان؟ طيب المستقبل نزله؟ أنت اعترفت الآن أنه طيار الاستقبل اخترق المظاهرات طبعا لا 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 مش اخترق لنا حتى بأول حديثة اليوم بالحلقة قلت نحن طلعنا من الشارع لما نزلوا الأحزاب يتصارعوا من بعض نحن مش حفلة تنكورية وقت البدو بالطيار وطن الحر ينزل يتظاهر عبات السنيورة ولما نبدو فلين لفلين ينزل يتظاهر بالمطار ويقول نحن صوار نحن وعيين للحفلات التنكورية اللي عم بيقوموا فيها أحزاب السلطة وينزلوا ولكن هايزا الحراك الشريف يرفع شعار كلهم يعني كلهم وكلهم نفس الصنف عندنا ما في حدا منيح وحدا أبيح بس بحياتي هذا الحراك ما رفع شعار طائفي يعني حضرتك وفأت على تغريدة الرئيس عون لحظة إذا بتريد أنت وفأت على تغريدة الرئيس عون أنه هناك بعض الأطراف السياسية التي استغلت الحراك هلأ اعترفت فيها هو بدو يحيي بتغريدته بدو يحيي حاله من الفساد بدو يحيي تطيعه من الفساد نعم أوكي بدو يحيي تطيعه من الفساد ونحن لا نقبل بهيدا فإذا كانت حضرتك عم تتحدث عن الجوع إذا كان الأستاذ الكريم بالحلقة عم يتحدث عن الجوع وأن الناس جاعت فإنه من غير المنطقي أن نقول بأنه يعني فليقدم حكومته وفلتسقط في الشارع ويكون هذا الأمر للتاريخ لا يعني فليقدم حكومته ودكتورة ليلة لأن الأمور وصلت إلى قريح مزدود يعني الآن قديش صار له سيد حسار دياب صار له شهر تقريبا وهو يشكل في هذه الحكومة ولكننا نحتاج في لبنان إلى حلول سياسية واقعية نعم ولكن واضح أن الأمور لا تتحرك واضح أن الأمور في حالة جمود الإنقاذ لا يكون بالشعارات طيب أستاذ محمود أنت مكان السيد حسان دياب اليوم أنت مكان الأستاذ حسان دياب اليوم ماذا تفعل هل تقدم تشكيلة للحكومة وليكن ما يكون أم ماذا سأختار شخصيات مدنية مهنية ما إلى علاءة ولا حزب فيها وإطرحها قدام رأي العام وقدام البرلمان وأنا أدمر لك أنها لا تكسب الضتقة بس نحن من كم حررنا لا يستطيع أن يطرحها أمام البرلمان قبل أن يوافق على التشكيل رئيسي الجمهوري هناك أليات دستورية يا استيز لا يستطيع أن يطرحها أمام البرلمان قبل أن يوقع عليها رئيسة الجمهورية لماذا برأيك دكتورة ليلى رئيس الجمهورية قد يرفض تشكيلها مستقلة فليرفضها فليرفض رئيس الجمهورية دكتورة ليلى إذا قدمت دكتور حسان دياب تشكيلة حكومة مستقلين لماذا برأيك سيرفضها الرئيس عون قد لا يرفضها ولكن أنا أصحح للأستاذ فقيه لأنه يعيش في الأحلام وفي الأوهام ويبيع اللبنانيين شعارات فارغة من المضمون هناك وقعية سياسية نحن نحتاج إلى أنقاذ هذا البلد كل هذه الشعارات الفتفاضة لا تبني بلدا ولا تطعم جائعا هناك آليات دستورية يجب أن يحترمها الجميع أستاذ محمود ما رأيك هل بالفعل تعيش في الأوهام أنت والحراك الشعب اليوم وتبعونا شعارات وأوهام لهؤلاء الناس المساكين أنا بستغرب أن الدكتورة اللي هي ملوعة من الطيار الوطني الحروب أول من تركت صفوف الطيار الوطني الحر لعلى خلاف مع جبران باسيل اليوم تدافع بهذه الشراسة يعني أنت بتعرف المشك لأكتر مني بهذا الطيار لو يوم استقلت من الهيئة الرئيسية بتعرفي لا عايش أنا بهذا البلد وأدري بجيء إذا بتريد هذا موضوع غير صحيح ولا أسمح لك بأن تتحدث عن أمور شخصية وغير صحيحة أستاذ محمود معلش اسمعلي خلينا في الموضوع الموضوع ليس شخصي الموضوع موضوع بانتياز موضوع موضوع البلد موضوع مستقبل البلد ومستقبل الناس لا نريد أن نتحول إلى مسألة شخصية لدي حوالي دقيقة دكتورة ليلى وأستاذ محمود دكتورة ليلى باختصار شديد إلى أين تمضي الأمور من الآن نحن أمام جولة جديدة على ما يبدو من الحراك في مستوى عنيف أكبر ربما هذه المرة إلى أين تسير الأمور هناك اليوم أخبار بالصحف تناقلت عن لقاء الوزير جبران باسيل مع الرئيس بري وتحدثوا عن أن هناك أمور إيجابية بتشكيل الحكومة ولكني برأيي الشخصي كدكتورة بالعلوم السياسية لا أتوقع تشكيلا سريعا للحكومة أستاذ محمود في أقل من دقيقة إلى أين يمضي الحراك هل سيخبو مرة أخرى ويعود إلى حالة تصريف الأعمال أم أن هذا الزخم ماضي إلى الأمام الزخم ماضي إلى الأمام والأيام القادمة ستثبت كلامي ولن نطلع من الشارع قبل تحييق مطالبنا هذه السلطة بدأت تعرف إذا نحن طلعنا بالشارع مش يعني تأخذ وتعبص بالسلطة مثل ما كانت بالماضي المحاصصة ممنوعة والتصرف كما كانوا في الماضي أيضا ممنوع وما يسمى حكومة توافق ودني هذه راحة إلى غير رجعة الثورة مستمرة والشعب بعضه منطفد شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود فقيه الصحفي والناشط المدني كان معنا من بيروت وكانت معنا من هناك أيضا الدكتورة ليلا أولى أستاذة العلاقات الدولية شكرا لكم